شكرا زميل وسامة بكل تأكيد متواصلين عزاء المشاهدين عبر هذه المنطقة منطقة الكبار الزوار والشخصيات معي في هذه الأثناء السفير الروماني السيد أدريال مرور الأول في القناة البحثي من طول تصمم بالنسبة لي عبد الإطلاق والشخصيات كثيراً مع منطقة الكبار والشخصيات ما تبقى منطقة القبل الأول منطقة الأول والشخصيات تزاياً مع منطقة المناسية أو الكنتقة الإطلاق؟ هل يمكنني أن أسألها في عربي أو عربي أو عربي أو عربي؟ لا تفهم، كلمة عربي السلام عليكم، أولاً شكراً جزيلاً على هذه الفرصة وأنا أتبع قناتكم وهو جميل، برنامج ممتعة بنسبة للحدث الرياضي لليوم، أكيد أنني مسرور جداً لأن رومانيا استطاعت أن تتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة في مجال الرياضة كذلك لدينا إمكانيات هائلة، ولا بد من أن نستغل الفرص التعاون المتواجدة بين بلدين أساساً على العلاقات المتميزة المتواجدة بين بلدين وشعبين وخاصة على المصادر والموارد البشرية وغير البشرية المتواجدة والصداقة القديمة التقليدية بين بلدين وشعبين طيب، وجود أسماء أو مدرب روماني يشرف على الدفل الفنية، أيضاً وجود لعب حجب الكابتن رادوي، ماذا يعني لكم هذا؟ هذا يعني كثيراً لرومانيا وأعتقد أن من أبرز الإشارات التي تدول على النطائج الإيجابية لتعاوننا أكيد، أنا كنت مسبقاً سفيراً في قطر وكنت أتبعه أولاريو هناك وقبل ذلك كنت ديبلوماسياً في السعودية ولدينا نشاط ريادي والحمد لله في منطقة الخليج بالنسبة لنا هذا كثير واسمح لي كذلك أن نهني دولة الإمارات العربية ومنتخب الوطني ولا أنتم عندكم قاعدة بشرية كبيرة ولكن غير ما كل ذلك تنافستم مع الكبار ولديكم إنجازات منضوحة والحمد لله هذا يرجع إلى حكوماتكم، إلى سياساتكم الذكية والحكيمة أنا أشكراً جزيلاً إذن كان هذا سفير جمهورية رومانيا متحدثاً عن تواجده في مباراة اليوم وماذا يعني له فوز العين باللقب وكذلك أن يتحقق هذا الأمر تحت الإدارة الفنية المدرب رومانيا لتعود لك الكلمة من جديد زميل وسامة تفضل إليك الكلمة شكراً لك محمد